بديل مناسب وده عشان يحصل لازم نساعد بقى القيادات والمسؤولين عن الدولة في هذا الموضوع وده دورنا دور الناس في الرياضة ودور الناس في اتحاد القرى ودور الاندانية تشتغل على ده الجزئية اللي برضو عايزين نأكد عليها بالنسبة للمرحلة اللي جاية ودي جزئيات كويسة انها حصلت وحنا لسه في الاسبوع الرابع في الدورة لان المسلم لسه طويل ولسه المسابقات الافريقية مقبلة علينا خلال الفترة اللي جاية ويبقى فيه ازدحان في المباريات ويبقى فيه مشاكل في السفر وفي الرحلات الافريقية وفي المتشاط فمهمة قوي ان احنا نضع دستور ونضع ميساق كلنا نسير عليه في الفترة اللي جاية زيارة الدكتور اشرف صبحي للكابتر محمود الخطيب ومجلس دارية النادي الاهلي ده من منطلق تأديره للمسئولية المكلف بيها لخدمة هذا الشعب اللي بينتمي وبيرتبط بقطع كبير منه بالنسبة لمؤسسة ريادية كبيرة وطربوية كبيرة زي النادي الاهلي وتأدير النادي الاهلي الكبير جدا للأمن وتضحياته وتتوجهاته في الفترة القادمة ده مهم جدا وده دوره وطني النادي الاهلي دايما اقيم به في فتراته سابقة لكن ضروري التمسك بالقوانين واللوايح اللي بتحددها الدولة من خلال مؤسساتها التشريعية والتنفيذية كمان التواصل مع مجلس دارة النادي الاهلي قلتلكوا الاجتماع بالامس كان الهدف منه التواصل مع كل الاطراف المعنية بالموضوع لكن كمان مهم جدا على المؤسسة او الادارة اللي بتدير هذه المنظومة كالتحاد كرة القدم لازم تشوف اي موضوع لما بيكون عندها ازمة او مشكلة ازاي تحل هذا الموضوع وتزيل اي معوقات من خلال رؤيتها لحل هذا الموضوع وده ما مش هيحصل الا من خلال نظام محطوط ليحة مسابقات كاملة متحدد فيها كل البنود معروف لو فيه هناك طلب امن بتأجيل مباراة الدور الاتحاد مع النادي صاحب المباراة ازاي يضعوا معاد مناسب لبديل لهذه المباراة وبعد ما يتم وضع معاد مناسب الجدل بيسير بشكل منتظم وفي نفس الوقت لما بيكون في مواعيد مباريات متحددة من خلال قرعة تمت في بداية الموسم الكل بيلتزم بيها ازا تم الكلام ده من خلال الليحة ما تكونش بنودها عكس بعضها الكل هيلتزم بدا والكل هيمشي على ده والنادي الاهلي لما ألف بيانه عدم تكرار العشوائية العشوائية هنا بتشمل كل الامور اللي ما بتبقاش واضحة وبتخلي في الاخر فيما دخيل بتيجي بقى من هنا او من هنا ممكن تسبب هذه المشاكل او بتسبب هذه المعوقات اللي بتأخر مصابقة كبيرة جدا زي مصابقة الدور العام وسبع وقلت قبل كده لحضراتكم النادي الاهلي عارف كويس اوي اوي اهمية هذه المسابقة النادي الاهلي فاس بالدور العام اكتر من اربعين مرة فعارف دور هذه البطولة والعاهدات المالية اللي بتيجي من هنا هذه البطولة وبطولة تعب وشيئ فيها على مدار السنين طويلة جدا بنتكلم اكتر من اربعين دوري يعني بنتكلم على مدار مجالس ادارات وفرق كورة واجيال مختلفة عارفة قيمة وهذه المسابقة ازاي لما تكبر وتعلى وقيمتها المالية هتعلى انا هستفيد بشكل شخص كبير جدا والانتها كمان هتستفيد بس انا كنادي اهلي من خلال حقوق البس الفضائي والرعاية والحقوق التجارية والتسوقية كل ما المسابقة دي بتكبر وقيمتها بتكبر انا هستفيد انا حقوق الرعاية عندي هتزيد انتظام المسابقة وموعد المباريات ده جزء اصيل واساسي من هذه المسألة يعني مباركة ممكن ان تكون السبت الجاي حقوق الرعاية والتسوق والاعلانات الناس حتى ترجط مبلغ مالك بير جدا لمباراة زي دي سواء بحضور جامهيري او بدون حضور جامهيري فجأة لما تتأجل هضرب بكل ده عرض الحائط وانا كنادي او انا كحقوق تجارية عندي او راعي يخسره كتير جدا حتى ربطة اللاليجة الاسبانية تكلمت في الجزئيات دي وهي بتتكلم في تأجيل مباراة لازم نراعي الجزئيات الصغيرة دي ولازم الناس القائمين على ادارة اتحاد كراف مصر يعني هم الناس موجودين لفترة محددة وبتكلفات محددة من ضمن هذه التكلفات تيسير العمل داخل الاتحاد واعداد اللوايح المنظمة للمسابقات واعداد اللوايح المنظمة للدوري وللمشروع للنظام الاساسي للاتحاد ده دور اساسي لهم في الفترة الحالية وبيقوموا بالدور ده بشكل محترف هم مش مجموعة متطوعة للقيام بهذا الدور لا دي مجموعة محترفة ويكاد ده يكون هذه المجموعة وهذه اللجنة هي اول لجنة محترفة بتدير اتحاد الكرة في الفترة اللي جاية وعشان تديره بجد لازم تركز اول في موضوع اللوايح ولازم تعي جيدا ان اللوايح هي الحل الامسل لحل اي مشكلات في الفترة القادمة بأكد على ده اعملوا ورش عمل اصنعوا لوايح جديدة الامر سهل جدا من الصعب مش عايزين ناخد ليحة قديمة نحطها هي هي ونزود القيام المالية ويبقوننا عملنا ليحة لا نشوف مشاكلنا فين ونعمل ليحة بجد وبعد ما نعمل اللايحة بالاتفاق مع الاندية المعنية بالمسابقة ارسل بقى اللايحة للاندية لان الاندية تبقى عارفة انا لو عملت كذا علي كذا انا لو اتخذت قرار بكذا لا علي كذا ده مهم جدا لازم الناس تبقى عارفة اللوايح مشة ازاي الاتحاد الافريق لما بيعمل مسابقة بيبعت اللوايح للاندية المعنية بالبطولة الاتحاد الدولي لما بيبعت المسابقة بيبعت شروط المسابقة للأندية اللي هتشارك في المسابقات القرية أو المسابقات الدولية بالخاصة بالاتحاد الدولي ده جرى العرف على ده في كل الاتحادات في العالم وكل الاتحادات القرية والإقليمية بتعمل ده فالاتحاد المصر للكرة القدم يحضر ده خلال الفترة الجاية بشكل كويس عندكم 40 يوم تحضر ده بشكل كويس وانتظام المسابقة مش هيفيد الأهل بس هيفيد المنظومة كلها وما فيش تحد كسبان أو خسران المكسب والخصارة جوه الملعب ثلاث نقاط جوه الملعب ومبدأ الفيرب ليه محدش بيقدر يقول أنا هكسب جوه الملعب وأنا واثق لا 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 خالص أنا بلعب كورة وبكتهد وبشتغل وربنا بيدين على قد نيتي لو أنا بشتغل بما يرضي الله ربنا هيدينا على قد نيتي مهما كانت المعاوقات والصعبات اللي بقابلها الحمد لله طالما بشتغل وعارف أهدافي وبفكر أن أشتغل وانجح بس مش بفكر أنا أشتغل عشان أفشل حد تاني بفكر أن أشتغل عشان أنجح بس ده مهم جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاي نمكن سريعا كده بيان الاتحاد المصر الخاص بانتظام المسابقة كان فيه نقاط عديدة لكن في النهاية الجزء اللي عايز أأكد عليه أن الاتحاد بعد مشارح الأحداث خلال الفترة الأخيرة أكد في النهاية أنه هو بيعتبر نفسه بيت الأمة القروية وبيسعده أن يظل بابه مفتوحا لكل أبنائه يستمع إلى شكوهم ويطمئنهم على حقوقهم ويساعدهم على تحقيق مصالحهم في إطار العدل وعدم الجور على المصالح العامة لكل أطراف المنظومة القروية أتمنى ده يحصل خلال الفترة القادمة لكن القرار اللي بالتأكيد في نهاية البيان والجمهور بالتأكيد محتاج يعرف هذا القرار بناء على ما ورده اليوم للاتحاد المصري لقرة القدم من خطاب من وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء إصدافة مصر لبطولة الأم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تكرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدور الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأم الأفريقية تحت 23 سنة على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة فيما تقام مباراة الأهل والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول إذن لما بنتطفق على صيغة معينة ولما الكل بيبقى عارف الأهداف في المرحلة الجاية ولما بيكون فيه ظرف أمني معين الكل بيقدره والنادي الأهل بيقدر هذا الظرف بشكل شخصي مهم جدا على مدار التاريخ دايما النادي الأهل بيقدر هذا الموضوع بشكل كبير جدا لأنه مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ومؤسسة رياضية عريقة جدا فعرفت دور الوطني في هذا الملف لكن هي لغة الحوار ولغة فكرة أن يكون كل الأطراف المعنية تكون موجودة في هذا الحوار عشان في النهاية لما يتخذ قرار القرار يكون عارفه الجميع وأنا بقى أن أنا صاحب المباراة تبقى لجدول المسابق أو تبقى للقرعة مهم جدا أن أنا أبقى عارف كمان المراحل الجاية ماشية إزاي وده بالتأكيد بنتمنى في الفترة القادمة دي كانت جزئية مهمة جدا وأنا بتكلم في البداية إن شاء الله بإذن الله للفترة اللي جاية إن شاء الله تكون الإطار العمل للقرى المصرية ماشي في إطار إيجابي مسيرة بقى وعطاء النادي الأهلي بإذن الله وأي مؤسسة أخرى إن شاء الله يكون لها مكانتها في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي عنده مرحلة مهمة خلال الاربعين يوم القادمين يحضر بقى للمرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله بشكل جيد كنا نتمنى نكون فيه مبراتين الزماليك والجونة بعد انتصارات في أول سلاسة مباريات والفريق ماشي بشكل جيد جدا لكن محدش يعرف الخير فين محدش يعرف الفترة الجاية ممكن تكون أفضل وأفضل بالنسبة للنادي الأهلي طالما النادي الأهلي بيفكر إزاي يشتغل عشان ينجح وبيفكر في مصري إزاي يعني يسعد جمهوره وإزاي أن يرفع عالم مصر في المحافل الدولية طالما النادي الأهلي بيفكر في الإطار ده ربنا هيكرم لأنه أنت بتفكر عشان تشتغل ما بتفكرش في أي حاجة تانية لا أنت بتفكر عشان تشتغل بتفكر عشان تزود مواردك المالية بتفكر عشان تعرف اللوايح الموجودة في المسابقة عشان تدرس عشان ما تعملش خطوة انت ما لكش الحق فيها النادي الاهل وعمره ما كان دخل في موضوع ما لوش حق فيه النادي الاهل لما بيخش في موضوع بيبقى دارس جيدا اللوايح المنظمة لأي يوم سابقة لو ليه حق بيحافظ عليه وجزء من الحفاظ على هذه الحقوق المصلحة العامة حصل في بطولة الدور السنة اللي فاتت وبيحصل في بداية الدور هذا العام والتاريخ بعد كده بيأكد حق النادي الاهلي في هذا الموضوع لما بيطالب بشيء بيكون مطالبه مشروعة وللمصلحة العامة في النهاية ده جزئية بنأكد عليها وجزئية بنأكد عليها كمان لجمهورنا دايما الفترة الجاية خلي تركزكم مع النادي الاهلي ما تخلوش اي اطراف اخرى او اي تصريحات او اي امور تصير انتباهكم لا خالص ركزوا مع النادي الاهلي طالما النادي الاهلي الحمد لله بيفكر للمرحلة الجاية بشكل كويس الامور الانشائية بشكل كويس الفرقة القورة الحمد لله تطوير فيها ماشي بشكل ايجابي جدا الكل سعيد بالحالة الفنية اللي فيها النادي الاهلي عندنا معترق افريكي ومحلي مهم جدا يا جماعة بعد 25 نوفمبر عندنا معترق مباريات كتيرة جدا لازم نركز عليها ولازم نكون في ظهر الفرقة وطول ما جمهور النادي الآلي في ظهر الفرقة وفي ظهر الادارة وفي ظهر النادي النادي دايما بإذن الله هتكون رايته عالية بإذن الله لأن بالتأكيد إحنا بنلعب وبنشارك في البطولات عشان في النهاية مش بنرفع راية النادي الأهلي بس لا إحنا بنرفع راية مصر وبنرفع عالم مصر سواء في البطولات الإفريقية أو حتى في البطولات الدولية ودايما النادي الأهلي ما بيسخر اسمه سواء في الأعلى تسويقا أو الأعلى تتويجا أو اسم النادي الأهلي في الاتحاد الدولة والاتحاد الأفريقي بتقال النادي الأهلي المصري فدائما النادي الاهلي بيلعب في النهاية عشان يرفع اسم وعلم مصر وده الدور الوطني اللي عمدار التاريخ ومن خلال مجالس إدارات متعددة عرفة قوي 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 الدور الوطني وازاي النادي الاهلي بيكون في ظهر البلد بشكل كويس في أي مرحلة عشان نتخطى أي مرحلة سلبية وننطلق منها لأي مراحل إيجابية في فترات قادمة ده كانت جزئيات مهمة جدا ندخل بقى على أخبار النادي الاهلي